خلال فعليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك عدد من المتحدثين والشباب المشاركين في طاولة مستديرة بعنوان مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد قائحة وضم المتحدثون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمر طلعت وكيفين فري الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة قيل بلا حدود وعدد من المتخصصين ناقش المشاركون في المائدة المستديرة رؤيتهم لمستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدورها في التخلب على التحديات المختلفة خاصة في مرحلة ما بعد القائحة في قطاعات التعليم والصحة إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والسادس وتطبيقاتها في مختلف المجالات